وهنا يهمني أقول حاجة أنا طبعاً بتابع يعني بيجيلي تقرير كل حاجة وبشوف بنفسي حتى بعض التعليقات وبعض يعني مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس مش بس شبابنا الحقيقة وبعدين اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة حالة القلق دكتور مصفى متزايدة وأنا أشارككم أن أنتم تبقوا قلقانين وده ظاهرة إيجابية بس أنا دوري على أن أنا أطمنكم أنا أطمنكم مصر مصر حريصة أنا تلعب دور إيجابي جداً على الأقل في الفترة أنا عايز أقول عشان ما أكونش ظالم خلال السنين اللي فاتت كلها حتى قبل أنا أكون موجود كل اللي كانوا موجودين في الدولة كانوا حريصين هم يعملوا دور إيجابي في إطار فهم أن الاستقرار مهم جداً جداً لمنطقتنا ولدولتنا فأنا عايز أقول أن نفس الخط إحنا ماشيين به إحنا حرصين على الاستقرار وبنبذل جهد كبير جداً من أجل تحقيقه وأنا عايز أقول هنا يعني محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجماعية العامة مبارح بعملية وقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة ده مهم قوي لأنه طبعاً حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون لي يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة وده أمر أنا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه مبارح كان فيه طيارات مسائرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان المكان اللي هي جاي منه أنا حذرت قبل كده من أن التساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة والمنطقة كده هتبقى عوارة عن كنبيلة موقوطة موقوطة تأزين كلنا تأزين كلنا عشان كده بقول من فضلكم مصر دولة زاد سيادة وأرجو أن احنا كلنا نحترم سيادتها ومكانتها وهنا الكلمة اللي حولها دي ملاش معنى يعني تباهي أو تماهي مصر دولة قوية جداً لا تمس مصر دولة قوية جداً لا تمس فمهمة قوي أن احنا لشبابنا وشباتنا وكل المصرين المعنين بالموضوع أنهم يبقوا قلقانين لا ما تقلوش وبفضل الله سبحانه وتعالى زي ما حافظ البلد دي في 2011 و2013 حيحفظها دائماً ليه طيب حيحفظها دائماً لأن احنا أبداً في السياساتنا اللي بنعملها ما كانش فيها السياسات لا غدر ولا خصة ولا تأمر ولا انتهازية ولا حتى مصالح كان مصلحتنا أن الدنيا كلها تبقى مستقرة ونبني ونعمر في بلدنا ده اللي احنا اشتغلنا عليه وما افتكرش في سنن الوجود اللي احنا موجودين فيه أن يبقى فيه قيم زي كده بيتم التعامل معها وصحابها يتم يعني إذاءهم أو أو يعني القضاء عليهم أو تدميرهم أو أي حاجة لا وعلى كل حال وعلى كل حال الدولة المصرية بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قدرة على أن هي تحمي بلدها تماماً تحمي بلدها تماماً فما تقلقوش شوفوا شغلكم وشوفوا حالكم وعيشوا حياتكم وإن شاء الله احنا بنبذل جهد كبير جداً عشان نخفف ونهدق من حالة يعني الاقتتالي الموجودة في القطاع وبنبذل جهد عشان المساعدات الإنسانية كلها تخش وهنا لازم يعني أسجل كل الشكر وكل التقدير للدول التي قامت بإرسال مساهمات